سورة النحل من أمره على من يشاء من عباده أن أمره أنه لا إله إلا أنبثقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يخرجون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو فصيم مضين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفطالكم إلى بلد لن تكونوا بارغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرطوفا رحيم والخين والبغان والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله أصل السبيل ومنا جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه سراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثبرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والخمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما درع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما قريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض روسيا أن تميد بكم وأنهارا وسضلا لعلكم تهتدون وعلى ما فيهم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلقك فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعملون والذين يتعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واحد فالذين من يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا أسافير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتان يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا كاء ما يزعون قد مكر الذين من قبلهم فأسواه بنيانهم من القواعد فقروا عليه مستقب من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إلا الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفعهم الملائكة تروا مني أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئسمت والمتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدعم دار المستقين جمات عدنه يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يساعون كذلك يجذل الله المستقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما أملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من سيء نحونا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد لعثنا في كل أمة رسولا أن أعرضوا الله واجتنبوا الطارات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيشون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمون نبو أنهم في الدنيا حسنة والعجم الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك النفر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين متروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقوى فإن ربكم لرأوف رحيم أولهم إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داسترون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تستفروا إلى أي شيء إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تستقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا تكفروا الضر عنكم إذا فريقوا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله نتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكوا علىهم لم يدسوا في السراب ألا ساء ما يحكموا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوم ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يعاقد الله من سبظلمه ما ترك عليها من دابة ولا كي يعخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتطف أسنتهم الكذب أن لكم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مطرقون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم وما أنزلنا عليك الكتاب فإلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة مصيق مما في بطونه من بين فرسهم وزم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات المخيل والأعناب تستخذون منه سكرا ورفا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن افتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل ثمرات فتركي سبن ربك ذنن يخرج من بطونها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرج إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد عدل شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براج جير السير على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفب نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفب البعض ليؤمنون وبنعمة الله هم يتفون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تغلبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يتعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كر على مولاه أين ما يوجه ولا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمفتهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعان بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يسم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله فهم ينكرونها وأفرهم الكافران ويوم نبعث منكم لأمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينبرون وإذا رأى الذين أشرتوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفترون ويوم نبعث فيكم لأمة شهيدا عليه الأنفتين وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سريانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإنساء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعيكم لعنكم تذكرون وأوضوا بعض الله إذا عنهتم ولا تنقضوا الأيمان بعد سوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي لقضت رجلها من بعض صوة أنكاتا تستقدون أيمانكم بخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يذلوكم الله به وليبين أنكم يوم القيامة لا كنتم فيه فاخترفون ولو شاء الله يجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تشخدوا أيمانكم لخلا بينكم فتزل قدمهم بعد ثبوتها فتزل قدمهم بعد ثبوتها وتذوقوا الشوء لما طذلتم عن سبيل الله ولكم عذاب العظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجبين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعي بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين حرم به مشركون وإذا بذلنا آية أم كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أجثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدىهم وبشرى للمسلمين ولقد نعلم عنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان النبي يلحدون إليه أعدل وهذا لسان العربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يختبر جذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مضمئ بالإيمان ولكن من شرح بالكفل صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهزوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئة فإن يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأمر الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخلهم العذاب وهم غابلون فكذوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم أيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والزمى ونحم الخنزير وما أهمن لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصب ألسل تصب الكذب هذا حلال وهذا حرام لكثروا على الله الكذب إن الذين يخترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين علموا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ونبيك من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن استمر لفى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبس على الذين اختلقوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصفر ومع صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقهم مما يمكرون إن الله مع الذين شعقوا والذين هم محصنون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر